يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وكل اللي بيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى بتوحشوني جدا من أسبوع لأسبوع وخلونا نتفق إن كل كاتب وليه اتجاهاته كل كاتب وليه أسلوبه في الكتابة اللي بيحب يكتب عن عالم فانتازيا اللي بيحب يكتب من وحي خياله اللي بيحب يكتب عن الواقع وبينزل أرض الواقع ويقدر يعرف ايه مشاكل الناس وبتكلم عن مواضيع اجتماعية وحياتية وينقشها والحقيقة إنه فيه نوع من أنواع الكتابة وده احنا بنعتبره يمكن من أخطر الأنواع وهو النوع اللي بيقرر فيه الكاتب إنه يتكلم عن شخصية معروفة حقيقية موجودة أو رحلت عن عالمنا ولكن هي شخصية تاريخة معروفة بدايتها معروفة تفاصيل حياتها معروفة ولكن هو بيكون حريص إنه يقدم سر جديد يقدم معلومة جديدة وده الحقيقة بيعتبر من أخطر أنواع الكتابة لإنه بيكون فيه توثيق كبير جدا لحياة المشاهير أينما كان الشخصية دي حققت نجاح فأنه مجال ولكن التوثيق ده بيكون مهمة كبيرة جدا على الكاتب لإنه طبعا أكيد بيراجع تفاصيله بشكل كبير جدا وبيكون بيقدم شهادة للتاريخ اللي في نفس الوقت زي ما قلت لكم بتحمل مسؤولية كبيرة جدا على الكاتب وبالذات لو بيكتب عن شخصية زي اللي هنتكلم عنها النهاردة شخصية كبيرة ليها رصيد كبير عند الناس شخصية حبيتها الناس بشكل فطري شخصية ما تقررتش ومش هتتقرر وهي شخصية الفنان الراحل الأستاذ أحمد زكي الحقيقة أنه النهاردة هنتكلم عن كتاب مهم جدا للكاتب والأستاذ محمد توفيق اللي هيكلمنا فيه عن أحمد زكي 86 وده عنوان الكتاب وده طبعا بيتزامن مع ذكرى وفاته اللي هي 27 مارس هنتكلم عن أحمد زكي في سنة 86 ليه 86 لأن هي كانت بتعتبر من أهم السنين اللي مرت على حياة أحمد زكي بالنسبة لمشواره الفنية ونقطة التحول طبعا مهمة كبيرة جدا في حياته ولكن قبل ما نقابل كتبنا الأستاذ محمد توفيق وقبل ما نبتجي نتكلم عن كتابنا وعن الفنان الراحل العظيم الأستاذ أحمد زكي من خلال كتاب الأستاذ محمد توفيق وهو كتاب أحمد زكي 86 تعالوا نشوف مع بعض زي ما احنا متعودين تقرير عن الكتب الأكثر مبيعا خلال الأسبوع اللي فات أو البست سالر ونرجع لحضرتكم على طول فضل يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعا وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقا لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تنوعت كتب هذا الأسبوع ما بين التجارب الذاتية والتاريخ والرعب والروايات والتنمية البشرية تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا رواية غيوم فرنسية للكاتبة ضحى عاصي والتي ترصد تخيلا لتجربة من رحل مع الجنرال يعقوب الذي خرج مع الحملة الفرنسية من مصر وقصدت الكاتبة تسليط الضوء على من كانوا في صحبته ومصيرهم باعتبارهم شخصيات منسية في كتب التاريخ ثم يأتي بعد ذلك من أبرز كتب التنمية البشرية كتاب لا بطعم الفلامانجو للكاتب الدكتور محمد طه ورغم صدور كتب حديثة لنفس الكاتب إلا أن القائمة لا تخلو منه ويتحدث الكتاب عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه ثم تأتي بعد ذلك رواية قصصات بخط الجدار للكاتب الشاب سماهاني تدور أحداث الرواية حول فتاة تعيش حياة هادئة نسبيا حتى يبدأ جدار في محادثتها ويحذرها من حدوث كارثة تحاول الكاتب من خلال روايتها أن تناقش قضايا مجتمعية كالتفكك الأسري والعنف الجسدي ولعشاق أدب الرعب والإثارة تتصدر القائمة أيضاً رواية ما أخفاه الرماد للكاتب يحيا صفوت تحكي الرواية عن موقف مخيف يتعرض له بطل الرواية فيجد نفسه في سباق مع الزمن ليكتشف حقيقة ما فعله في الماضي وهل ما حدث الآن مرتبط به أم هي مجرد صدفة من الكتب التي كانت في صدارة القائمة أيضاً رواية رصاصة في الرأس للكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى تتناول الرواية قصة مقتل الشيخ الذهبي على يد التنظيم الإرهابي وتدور الأحداث في سياق تشويقي واختتمت القائمة بكتاب استراحة بين الكتب للكاتب إبراهيم عبد المجيد ويتناول الكتاب عدداً من المقالات كتبها الكاتب عن أعمال قرأها وعن الكتاب وأهلها ويسرد عدة مقالات تنشر للمرة الأولى رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعدما شفنا تقارير عن الكتب الأكتر مبيعاً ونتنقل دلوقتي لشخصية الحلقة وبما أننا طبعاً في شهر مارس وشهر المرأة معنا دلوقتي تقارير عن الكتبة المصرية والمفكرة الرواية الأستاذة أمينة السعيد أول ست مصرية دخلت عالم الصحافة أول ست مصرية تتولى رئاسة تحرير مجلة نسائية وهي مجلة حواء وليها طبعاً مؤلفات كتيرة جداً نتكلمنا عنها من خلال يمكن برنامجنا أكتر من مرة ليها مواضيع كتيرة جداً نتكلمت فيها فيما يتعلق بواقع المرأة مشاكلها خلال طبعاً الفترة اللي كانت بتكتب فيها تعالوا نشوف مع بعض تقرير ونرجع لحضراتكم على طول امرأة عاشت من أجل رسالتها فكانت الكاتبة والمفكرة أمينة السعيد رائدة من رائدات الحركة النسائية في مصر شغلها الدفاع عن حقوق المرأة منذ بداية حياتها فانضمت إلى الاتحاد النسائي وهي في عمر الرابعة عشر كانت ضمن أول دفعة النسائية تلتحق بكلية الأداب وخلال سنوات الجامعة بدأت أمينة السعيد في إعداد عدد من الإصدارات بكتاباتها مثل مجلة الأمل وآخر ساعة وكوكب الشرق وجدت أمينة السعيد فرصتها في دار الهلال واشتهرت بباب اسألوني الذي كانت ترد من خلاله على أسئلة القراء في مجلة المصور ومن هنا أصبحت أمينة السعيد أول صحفية في تاريخ الصحافة المصرية موهبتها الصحفية وإيمانها بقضايا المرأة جعلها تترأس تحرير مجلة حواء النسائية ثم عينت رئيس تحرير لمجلة المصور وقد أثرت أمينة السعيد المكتبة العربية بعدة مؤلفات منها رواية حواء ذات الوجوه الثلاثة كرمتها الدولة وحصلت على العديد من الأوسمة على مدار حياتها وكانت آخر كلماتها قبل رحيلها هي أفنية عمري كله من أجل المرأة وبعد ما تعرفنا على ملامح من حياة الأستاذة أمينة السعيد تعالوا مع بعض نشوف تقرير صورته كاميرا تيحكى أنا مع الكتبة سامر طاهر وطبعا سامر طاهر الكتبة هي فائزة بجائزة سويرس الثقافية علشان نقدر نتعرف عليها أكتر تعالوا نعرف مع بعض منها أي أهم المؤلفات اللي كتبتها أي أكتر الكتابات اللي بتحباها وعلى فكرة هي بتكتب كمان عن أدب الطفل ونتعرف منها أكتر أي أهمية أدب الطفل من وجهة نظرها نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية بداية الكتابة كانت هواية من عندي وأنا صغيرة جدا بدأت الأول بالقرية كان أهلي كيف شجعوني جدا على القرية كنت بقى رأي حاجات حتى أكبر من سني وكتب روايات لناس مشهورة وكتب سياسية وحاجات ونكتش حتى بفهمها كلها بس نهمي للقرية ده خلاني أنا كمان بحب أكتب كنت بدون يومياتي وكن لها محاولات حتى من وأنا في التدائي وإعدادي أكتب كصص قصيرة لسه محتفظة بيها لغاية دلوقتي وبعتز بيها يعني وكان ساعتها قررت أن أدهاد فيه أن أنا هبقى صحفية وكاتبة عشان كده درست الإعلام بعدها عملت ماجستير في الإعلام اشتغلت بقى من الوقت ده في أكتر واجه من أوجه الكتابة يعني تحرير الإخباري والكتابة الصحفية والإعلامية عموما وكتابة المقالات لكن أول كتابة نشارلي كان متزامن مع تكويني لأسرتي وأن عندي بنت فعرفت لها يعني قصص بحكيها لها كل يوم وبما أني بكتب قررت أن أنا هحاول أنشر القصص دي وفعلا كان أول كتابة نشارلي في سنة 2010 كتاب للأطفال من هنا بقى بدأت رحلة الكتابة ونشر أول سلسلة ليا كان اسمها حكاية ليلى على اسم بنتي لأن أنا البطلة كان اسمها على اسمها وبالتالي لما تنشرت فضلت كده ودي كانت حاجة حلوة جدا في طفولتها يعني تزامن برضو مع صدور كتابي للأدب الأطفال أن أنا كنت عايزة أجرب نوعيات أدبية أخرى كان عندي رغبة جدا في كتابة الأدب السخر بدأت بمدونة علشان كان فيه فترة فيها مدونات على الإنترنت منتشرة جدا وكنت ببدأ بكتب بشكل يومي تقريبا وكان فيه تفاعل حلو من الكراء وكنت بكتب عن العلاقة بين الست والراجل الزوج والزوجة والعلاقة القط والفارد وبالطريقة بقى سخيرة جدا وتعليقات الناس هي اللي خلتني أقدر أكمل نشرت بعد كده المقالات دي يعني أو نقدر نسميها نوع من يعني هي نوع من الأدب السخر وكان حتى فيه بطريقة اللغة بتاعته كانت مبسطة جدا كانت قريبة من الناس وتنشرت بعد كده في جرنان يعني مصري وبعد كده حولتها لكتاب اسمه النساء لا يأكلنا الشاورمة عن العلاقة بين الستات ورجالة يعني الرحلة دي كلها بدأت من حوالي عشر سنين لكن خلال السنين دي يعني اختبرت أشياء كتيرة جدا عن علاقتي بالأطفال وازاي أن أنا أقدر أخطبهم ككتبة أنا عندي كتب ترشحت لكذا جايزة يعني عربية فيه كتاب أخذ جايزة مصرية بكتاب بعتز بي جدا اسمه خمس دقائق أخرى الكتاب ده بيتكلم عن إمت الوقت للأطفال اللي هما دايما مش بيفهموها بس بطريقة مبسطة وساخرة برضو الأطفال بيحبوا جدا الفكاهة والكوميديا الكتاب ده أخذ جايزة واتنشر سنة في معرض الكتاب اللي فات وعندي كتاب تاني بعتز بي جدا اسمه لسبب واحد بسيط بيتكلم عن الاختيارات الفردية وإزاي الطفل مبقاش جزء من قطيع أو إن هو ماشي بس بدون تفكير والكتاب ده برضو وصل لقائمة قصيرة لجايزة كبيرة في الإمارات وكتب معتز بيه جدا المعرض الكتاب الجاي إن شاء الله هيكون فيه سلسلة جديدة اسمها أنا مهتمة أو دوائر الاهتمام السلسلة دي لها كذا بطل أو بطلة بنات وولاد وأول جزء منها هيصدر السنة دي عن دار نشر مصرية اسمه أنا مهتمة بالسماء وهو بيتكلم عن طفلة مهتمة بالسواء السماء بالشكل الشاعري أو كمان عالم الفضاء نفسه والكواكب تمنى إن الكتب يعني تبقى لها حظ أكبر وده لي برضو حاجة على عاتقنا إحنا ككتاب ورسامين إنه يبقى الكتاب جزاب أكتر عشان يقدر ينفس فأنا عندي أمل كبير جدا كل الموضوعات اللي نفسي أتكلم عنها اللي هي عندي برضو كتبها في الدرج بس هي بتاخد وقت علشان النشر إنها تطلع بسرعة أكتر ومش بس تفيد الطفل إنها كمان الطفل يستمتع بيها ورجعنا لكم مرة تانية وبرحب بضيفي الكاتب الأستاذ محمد توفيق اللي منوارنا النهاردة في الستوديو اللي هنتكلم معاه طبعا عن كتابه أحمد زاكي 86 مساء الخير سلمو أولا يعني 86 86 إيه حكي 86 ليه أحمد زاكي 86 ليه مش أحمد زاكي بس هو كان في البداية ما كانش بالنسبة لي أنه لغز لكن اكتشفت بعد ما الكتاب نزل أنه لغز يعني أنا ما كنت متخلص 86 لما كتبها أنه لغز لكن هو موضوع الكتاب أحمد زاكي 86 بمعنى أنه ده مش أحمد زاكي من الميلاد لحد الرحيل هو أنا بحكي قصة حياة أحمد زاكي من خلال سنة 86 أوكي فبحكيها بطريقة فيلم سينمائي أوكي بيقوم بطولة أحمد زاكي يعني هي الفكرة هنا مختلفة شوية وإنك بتشتغل عيسة 80 دي بيعتبرها سنة الأهم في حياته تمام ليس سنة الأهم في حياته أيها لأنه عمل فيها أربع أفلام كانوا في السينما البريء آه والبداية أيها وشادر السمك والحب في وضبط الهرم أهم أفلام كويس فأنت شفت أنها من أهم السنين في حياة الفنان أحمد زاكي أو في مشوره الفني أنا رأي أنها سنة الأهم الأهم ليه بقى؟ لأنه كمان فيلمين من دول أهم مئة فيلم في تاريخ السينما مصري اللي هم البريء والحب في وضبط الهرم بالإضافة لأنه كان في السنة دي برضو كان بيتعرض له فيلمين تانيين غير الأربعة دول كان الرقصة والطبال من السنة لقبلها ويه ساعد اليتيم فكان عنده ست أفلام في السيني بتخيلي لو أنت مشى في وسط البلد فبتلاقي أنه فيه ستة بوسترز لنفس الفنان أو للنجمة أحمد زاكي أظهر ما حصلش من سنين كتير جدا طبعا هو ما بيحصلش أصلا صحيح هم مش ما حصلش هو ما بيحصلش صحيح الحاجة الثانية أنه في السنة دي أرى خمسين سيناريو واتفق على 22 فيلم فيه أفلام كتير ما تعملتش هو كان اتفق عليها وكان اتفقوا اتفاق تام يعني كان فيه قصة وكان فيه السيناريو وكان فيه التفاصيل من فري العمل وكل حاجة لكن ليه اختلافات في طريقة الشغل فما كملتش فأنا راصد كمان الـ 22 فيلم اللي ما طلعوش للنور من سنة 86 برضو إلى أن أنا اشتغلت السنة دي قريت حوالي 3000 جورنان كل ما صدر في 86 نومة قبلهم بعدها قريتوا عشان أطلع كل سطر كتب عن أحمد زاكي أو كل تصريح آله في السنة دي في السنة دي بالإضافة لأنه عملت فلاشباك من خلال هو حصلت له رحلة مرض صعبة في 86 سافر فيها لندن وقعد فترة هناك وهو حكى أنه افتكر حياته كلها فأنا حكيت حياته كلها من خلال الأفكار اللي كان بتجيله هو في المستشفى في لندن وبتعليم فرجعنا فلاشباك من يوم ما تولد بتبطيه بقى من يوم ما تولد وهو طبعا عاش يتيم في بداية حياته والده توفى وهو عنده قال من سنتين كفاح مكتوب عليه من يومه صحيح لا حياة صعبة يعني الكفاح الحقيقة والمأساة مكتوبة عليه زي ما بنقول كده من يومه صحيح مأساة له صعبة جدا معاناة رهيبة أعايز أرجع لقصة الست أفلام اللي موجودين في نفس السنة أو في نفس التوقيت لنفس النجم وده زي ما قلنا أنه ما بيحصلش أستاذ محمد وما حصلش وما أعتقدش أنه هيتكرر تفتكر إيه سر نجاح أحمد زكي تفتكر إيه سر الخلطة اللي جواه والمعادلة الصعبة اللي عملها أحمد زكي عشان يكون هو النجم الأوحد في ست أفلام في نفس الموسم في نفس السنة دي خلطة الحقيقة إنسانية قبل ما تكون فنية تمام لأنه المعاناة اللي احنا بنتكلم عليها اللي خلطها طول مشواره خلته انفجر في ست وثمانين يعني قرر يطلع كل قدراته يعني احنا بنتكلم على كمان كل اللي جواه بقى طلع خلاص ونوعية أفلام كمان عكس بعضها يعني أنت ما تتخيليش أنه ما تزكي في البريء هو هو اللي في شادر السمك أصلا يعني لو بنشوف الصورتين لو بنشوف الصورتين في خيالنا دلوقتي وبنفتكر شكله في البريء لأن عمرنا ما نتخيلين ده نفس العمر اللي هو بيعمل في شادر السمك أصلا هنحس إنه ده سنه صغير وده هنا سنه كبير أحمد أبو كامل في شادر السمك لما نفتكره في البداية هنلاقي شخص ثالث في نفس السنة بالمناسبة كمان في نفس السنة دي كان بيصور ثلاث أفلام جداد اتعرضوا في 87-88 اللي هم منهم مثلا زوجة رجل مهم اللي هو من أهم برضو مئة فيلم في تاريخ سنة مصرية وإيه أربعة في مهمة رسمية وبرضو عمرك ما تتخيلي إنه دخل لوكيشن بيصور أربعة في مهمة رسمية في نفس الوقت اللي بيصور فيه زوجة رجل مهم شكله وتفاصيله في زوجة رجل مهم عكس تماما طبعا يعني كمان مش بيكرر مش بيعمل أربع خمس أدوار في نفس الوقت فتشوفوا هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا كلهم شبه بعد بالزبط بالزبط مختلفين تماما نفسيا وقدام الشاشة صحيح يعني خاصة أنه يعيني كان بيتعب يعني هو كان بيروح يعني في وقت من الأوقات راح لدكتور نفسي صديق لي وهو بيعمل فيلم الأفلام فالدكتور مش لقيله أي حاجة طبية عنده فقال له قول لي أنت بتمثل يدي الوقت قال له أنا بمثل اللي هو الفيلم تعزوجة رجل مهم قال له بس أنت في اللحظة اللي الزبط فيها خرج على المعاش أنت نفسيتك سائد فعلا في الحقيقة فقعد جاله يعني مشكلة يعني مرضية هو كان بيتأثر نفسيا جدا طبعا وكان بيتعالج أعتقد فترات تقوضة جدا من حياته صحيح 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 وبصراحة أي حد هيمر باللي هو مر بيك لازم هيتأثر هيتأثر نفسيا وحيتعالج وكل ده مش عيب يعني لا طبعا لا لا هو ده طبعا لا يرحمه طبعا الفرق ما بين أحمد زاكي في البريق وما بين أحمد زاكي مثلا في زوجة رجل مهم أو الفرق ما بين أحمد زاكي في البريق وما بين شادر السمك تشايفهم ازاي أولا الفرق رهيب الفرق أولا التجهيزات يعني أحمد زاكي مثلا في البريق أنت بتحسي أن عمره أحمد سبع الليل ده عنده عشرين سنة بالكتير لأنه هو في الوقت ده ما ينفعش بقى عنده أكثر من كده في السن كدور هو هو لما بيعمل شادر السمك أحمد أبو كامل مرحلته العمرية المفروض أنه ممكن يدخل في الأربعينات والخمسين لأنه الراجل ده بيسطر على سوق السمك وهو بيعمل البداية في نفس السنة وفي نفس التوقيت البداية المفترض فيها أنه طالع تلاتيناتي يعني الشكل اللي هو الفنان التشكيلي اللي في المبداية في نفس التوقيت هو بيعمل زوجة رجل مهم الزابط اللي هيخرج على المعاش في سن كبير فهو المفترض أن يطلع بردبة كبيرة من الداخلي فبالتالي المراحل السنية هو بيمثل أنه في العشرينات وفي التلاتينات وفي الأربعينات وفي الخمسينات في نفس السنة فدي مسألة محتاجة قدرات غير طبيعية يعني هو صاحب مدرسة اللي هو زي ما أسخيري شلبي بيسميها التشخيص بالإزميل اللي هو الشخص اللي زي الصنايع الماهر جدا اللي بيحفر في الدور وللأسف هو صاحب مدرسة ما تخرجش منها غيره يعني طول الوقت أحمد زكي بيطرح ناس كتير توبقى خليفته محدش نجح في الموضوع ده ومحدش قدر ومعتقدش ان في حد يارف يبقى شبه أصلي هي الفكرة نفسية أكتر منها تمسيلهم بالزبط ان هو شبه جوه وهو ده اللي بيطلع فالجوه ده هتشبهه بمين ولا هتجيب شبهه ازاي طبعا حكايته هي الحكاية صحيح وهو عايش للتمثيل يعني هو كان عايش فنان 24 ساعة فكرة انه ملابس كرس حياته واهب حياته للتمثيل بشكل مجيد ما بيغيرش عربيته بيمشي في الشارع بهدوم عادية جدا وبيلبس نظارة ضخمة عشان ما تعرفيش انه أحمد زكي لانه بيبقى لابس شب شب وهو ماشي في الشارع لابس بلنطان جينسة عادي جدا لابس اي تشيرت عنده فانتي لو شفتيه بالصدفة لايمكن تتخيالي ما تحدقش ان ده الحنان اللي فيه 6 أفلام في السينيمات بتاعته بالزبط فهو ماشي في الشارع عمرك ما تعرفي ان ده أحمد زكي الشكل ده ليمكن يكون اللي حصله تحديدا في 86 خلاها السنة الأهم في مشواره فبالتالي حضرتك قررت انك تكتب عنها يعني ليه ده ما حصلوش في 85 مثلا أولا هو السنين اللي قبل 86 كلها كانت عبارة عن التحضير للانفجار اللي حصل بمعنى انه قبلها بشوية بيعمل موعد على العشاء بس يبقى شدور أول مع سعاد حسني ومع حسين فاهمي بيبقى سعاد حسني حسين فاهمي أحمد زكي بيعمل أفلام تانية بتطلعوا خطوات لقدام لكن ما بتخلهوش النجم رقم واحد وكأنه كان بيتجهز بالزبط وكأنه كان بيتحضر عشان يكون النجم الأول صحيح وبيبتدي ده من بداية السبعينات مع مدرسة مشغبين يعني هو في النهاية كان في مدرسة مشغبين بيبتدي حياته ثم اتعرض ساعتها كان مفهود يعمل فيلم كارنك بس في آخر لحظة بعد ما جهز اللبس وجهز تفاصيله ومش عارف فيه المنتج رفضه وقال مستحيل الود يطلع يحب سعاد حسني ما ينفعش الود ده بشكله كده يطلع بيحب سعاد حسني الناس مش هتصدق فاستبعده هو نفس الشخص ده المنتج ده اللي في ستة والثمانية اتصل بيه تحيل عليه عشان يشتغل معه تاني عارف بقى كام سعاد حسني ممكن تخابه صحيح وهو قريدي يمثل مع سعاد حسني بعدها في شافية ومتولي ومثل في موعد على العشاء وقالد وقته هاتمكحة جدا جدا بالزبط فهو انه كمان في ستة والثمانية استعاد الناس اللي تورح لتو في السبعينات وقالي ثمانيات يعني بيحاولوا يتجهلو خاصة بقى احمد زاكي عمل حاجة تقدري تقولي انه شكل ديد في السينما يعني طبعا ده غير مقاييس بقى تماما يعني طبعا انا بحبه لكذا سبب من ضمنها الالوان احنا متشابين في الالوان ودايما بحبه جدا طبعا مش بس عشان هو فنان قدير انما كمان هو غير المقاييس غير مقاييس الجان بريمير غير مقاييس الجان بتاع السينما اللي لازم يكون شكله كذا وخلانا نشوف الحلاوة بمنظور تاني هي دي 86 برضو ليه لانه قبلها كان الجان هو حسين فاهمي محمود ياسين محمود عبا عزيز الشكل بتاع الشطر حسن لكن احمد زاكي خلق الشطر حسن الحقيقي اللي بيقدر يقف في طبور الجمعية ويجيب فرخة من الجمعية ويطلع الاوتوبيس ويشتغل سواء ويعمل فهتلاقي يغير حتى شكل السينما انه محمود عبدالعزيز التادي يعمل سواء هتلاقي نور الشريف يعمل سواء الرابط اكتر من الناس لانه هو شبه الناس ومن الناس ولون الناس وشايل حسيس الناس اللي طلعت كلها في افلامه وخليته يبدع صحيح هي دي فكرة انه اتغيرت مقاييس الشاب الوسيم اللي كان البنات كلها تشوفوا يغمى عليها انه لا بقى الشاب الاصمر اللي هو يعني ممكن اقولك بمنطقة البساطة اللي بيحصد دلوقتي نجاحه اسر ياسين ومحمد رمضان وغيرهم طبعا لانه عمر ما كنت هتبقى بطل الا زحمة زكي مهدلك الطريق صحيح صحيح دلوقتي انت بتحصد النجاح ده يعني يمكن وانت ماشي دلوقتي بتشوف الاعلانات بتاعت رمضان وابطال المسلسات فبتشوف انه كام فيه كام واحد طالع من عباية تحمة زكي غير المقاييس تماما بمقاييس جديد وخلى الانظار تلتفت للبشر السمرة الجميلة اللي هي بتعبر عن مصر وعن المصريين وهو ده احنا وهو ده مصر وهو ده لون المصري وهي دي المدرسة اللي عملها عطف الطيب في الوقعات الجديدة بعد صلاحة بوسيف اللي حصل في استينات فتكتشفي انه في التمانينات برضو كان فيه كام مهائل من الافلام ما خدتش حقها ايه واخدين بالنا كويس قوي ان دلوقت ان دي كانت فترة فيها زخم رهيب في صناعة السينما كنا بيتعرض في مصر في سنة وثمانين اكتر من تسعين فيلم في السنة دي تسعين فيلم في سنة واحدة احنا عارفين انه على مدر العشر خمستاشر عشرين سنة اللي فيتو ما تعرضش الرقم ده في السينما ايه احنا عادل افلام بتعرض عشرين تلاتين فيلم بالكتير على مدر عشرين سنة فلما يكون في سنة وثمانين كان بتعرض اكتر من تسعين فيلم في السنة دي فتشوفي برضو حجم المسألة غير المصرح كان عامل ازاي غير السهرات الدرامية بمناسبة كان بيعملها تفزون مصري حاجة بديعة ده غير حب الناس ليه بقى اللي من غير اي حاجة خالص ومن غير اي عرضه ومن غير ما اي حاجة تتعرض له حب الناس ليه وقرب الناس منه وقربه للناس وقدي ايه الناس كانت مصدقات هي دي بقى النقطة اللي عند احمد زاكي يعني كان لو يعني التولس في امريكا ناخد فيها اسكر لانه هو الجزء اللي جواه ده الناس كانت بتشوف في احمد زاكي يعني ده جزء من عمل الكتاب اصلا ايوه انت احمد زاكي هتلاقي نفسك بتشبهه في حاجات ايوه في احلامه اه في قلقه ايوه احيانا في وحدته احيانا في الازمات اللي بيمر بيها يعني هتلاقي جواك وخف الدمه كمان كان دمه خفيف جدا جدا و اثار اللي حواليك التفاصيل اللي حواليك اللي هي هو بنانم حقيقي جدا اه فانت طول الوقت بتشوف نفسك فيه ما هو القريب ده دايما بيبقى حقيقي صحيح القريب من الناس دايما بيبقى حقيقي البعيد هو اللي مش حقيقي صحيح ده حقيقي خلينا نتكلم عن فكرة اربعة في مهمة رسمية اه وطبعا ده كمان كان فيه شكل بقى مختلف ولون مختلف لأحمد زاكي الله يرحمه ده بقى الشكل اللي دمه خفيف ده الدم الخفيف ده الحتة اللي دمها خفيف اللي ظهرت فيه وهي دي برضو قمة الصعوبة انك تبقى بتعمل زوجة رجل مهم منتهج جدية منتهج سرامة اللي هي مفيش مساحة للاتسامة طول الفيلم في نفس الوقت هتعمل أربعة في مهمة رسمية اللي هو انت تموت بالضحك اللي هو انت توقعش قادر تتخيل علاقته بالقرد وفاكر في البلبة واب وطبعا فاكر في البلبة واب والضحك اللي كنا بنتحقه من تصرفاته بالمناسبة البلبة واب مضى عقده في السلطة 80 برضو يا حبيب بالمناسبة البلبة واب اللي كان هيعمله أصلا عادل إمام وبعد ما اتفقوا على الفيلم اعتذر عادل إمام في آخر لحظة فراحل دور لأحمد زاكي حصل العكس قبل كده في فيلم الحريف انه بعد ما مضى الفيلم أحمد زاكي راحل فيلم لأحمد زاكي فهتلاقي انه أحياناً الأدوار بتختار أصحاب فكرة انه في البلبة واب أصر انه هو بواب انك ما تحسش للحظة انه بيمثل خالص وانه التحولات لما تحصل لدرجة فضل لابس نفس الجلبية لحد ما يغتني يعني فضل في اللوكيشن مش راضي يغير عشان تحس يفضل لابس الكاريكتر اللي بيعملها لدرجة انه ده أثر في نفسيك ناس حتى في العمل لحد دلوقتي بيظنوا انه علاقتهم بيه كانت حقيقة أكتر من اللازم من كتر ما هو كان بيديهم إحاء بفكرة انه لا هو فعلاً متجوز دي بشكل حقيقي هو فعلاً دول ولاده هو فعلاً علاقته بالفنانين بالشكل فلاني لانه قاعد لدرجة انه ما حتى والناس بتعدي وده حصل في البريء وحصل في البلبة واب انه هو الناس لما بتشوفهم هتعرفوش مش عارفين انه ده أحمد زكي ده مين ده؟ ده عاطف الطيب بيتفرج فلاقوه جاي فقال لك أنا كنت عايز أحمد يشوف الولد اللي جاي ده وأنا عايز أبقى شبه الجندي ده فاكتشف انه هو أحمد زكي اللي جاي فعلاً نفس المتقات في البلبة واب هو قاعد والناس بتزعق له اللي ساكنين في العمارة بجد بقى قوم يا ابني هتلينا مش عارف ايه فيكتشفوا انه أحمد زكي انه ده أحمد زكي مش البواب بتاع العمارة فجزء من اتقانه الشديد في الدور انك مش عارف تتخيل انه بيمثل حقيق فكان صادق لحد رهيب جداً يعني انه يعمل الجزء الكوميدي في البلبة واب بالشكل ده في أربعة بفهمة رسمية بالشكل ده والعلاقة انه هيعمل علاقة يعني بصي هؤلاء حركة الحقيقة هو يكفي المشهد اللي هو بيجري فيه في الشارع وده مشهد حقيقي اللي بيجري فورة الارد والحمار عشان يلاقيهم في وسط البلد يعني كان بيجري فوسط البلد بشكل حقيقي عشان يوصلوهم تخيلي بقى فيه كام مليون في الشارع في مصر وكلهم بيتفرجوا على أحمد زكا وبيجري فعلا عشان يمسك الارد وميحصلوش حاجة انه هو قرر يدبقى فيه علاقة فقرر يسمي ده دلال فيسميها دلال ويقرر يتعامل مع دلال دي كأنه مش ارد ومش لا شخصية حقيقة والارد ده خد أعلى أجر في الفيلم ده بمناسبة لانه كان إيجاره يسوي تهل تلاف جنيه وده كان رقم طبعا ضخم جدا فتخيالي انه انه قرر يعمل علاقة إنسانية مع الحيوان بشكل انه ما تحسيش انه حتى هو بمثل مع حيوان انه كأنه الحيوان بيدير أكشونات فعلا فتلاقيها بتغضب وتلف في النحاة التانية دلال باعتبارها أنسة وتلاقي انه بيحاول يدللها لأنها دلال تفتكر الحيوان أو دلال لو احنا بتكلم عنها كانت حاسة بموهبته كانت حاسة بالطاقة الخارجة منه فحسة هو عايز يدعلها عايز يفرحها عايز يدحكها عايز يخوفها يعني ايه الإحساس اللي عايز يتطلعه منها طبعا ما استبعدش على فكرة أولا لا أنا متأكد من دالسبب لأنه هو قعد فترة قبل ما يصور يعمل علاقة معها فعلا أيوة يعني قبل التصوير أيوة يقعد معاها يأكلها يلعب معاها بالضبط ويقرر يسميها اسمه تبقى عارفة أنه اللي بندهلها يعني فولفه مع بعض بالضبط فطلع عشان تحس بيه أنه تتفاعل خاصة أنه كان بيحصل مشكلة كتير أثناء التصوير طبعا أنت مش عارف تسيطر على حيوان بشكل كامل فممكن تجري تلعب تطلع فوق فإزاي هو قدر يستوع بالفكرة دي ويعمل الأكشنات عنده تخليك تحس أنه يتم يمثلوا مع بعض بشكل متكافئ مش مجرد أنه حد بيمثل ويمثل كأنه يمثل قدام حيطك لا بتحسي وده طبعا دي برضو عبقرية من المقر الكبير على عبدالخلق عايز أرجع مرة تانية للكتاب وطبعا إحنا شفنا صورة الغلاف من شوية وكلمني شوية عن الغلاف يعني أحمد زكي 86 كلمني شوية عن الغلاف وصورته طبعا اللي هتفضل دايما من ورق لبنا أولا طبعا الغلاف تصميم عبدالرحمن الصواف والصورة دي قعدنا ندور كتير على صورة تخليك تحس أنه يستوى 80 مو أحمد زكي دي صور كتير جدا على مدار حياته ممكن تجيبه في مرحلة قبل وممكن تجيبه في مرحلة في نهاية حياته في شكله مختلف تماما يعني أنت لو حطيته في حليم مثلا لا يمكن تحس أنه يستوى 80 ففكرة أن الغلاف تلاقي صورة مناسبة وممكن أعادت أدار كتير على فكرة مين اللي صور الصورة دي لأن الصورة دي مش لقينها لا في فيلم ولا في كواليس عمل فكرة أنك تلاقي صورة مختلفة لحمد زكي ونت متعود عليه الحاجة التانية أن الصورة يبقى العينين فيها رايحة يعني تروح مع العينين شوية لأنه هو جزء كبير جدا من الكريزمة بتاعته والطلع بتاعته عينيه أنك بتروح مع عينيه افتكري عينيه في زوجة رجل مهم وفتكري عينيه في البلبة واب وفتكري عينيه في البريء هتلاقي أنه عينين شخصية مختلفة العينين أحيانا بتبقى فيه قلق شديد فيها وأحيانا بفيها ثقة مفردة قدرة طبعا على التشخيص والتكسيد غير مسبقة يعني أحمد زكي مش محتاجنا نشرح مين أحمد زكي بس أحمد زكي حالة لم تتكرر ولم تتكرر أبدا 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 طيب خلينا نتكلم شوية عن الفنانين اللي كانوا في حياته كلمني شوية عن الجزئية دي وتترقتلها إزاي في الكتابة إحنا عندنا أكتر من طبعا عندنا فنانين كتير في حياته عندنا طبعا ستة كورسوعة حسني دي كانت هو بالنسباله سوعة حسني كانت أحيانا كتير زي بالنسبال لنا احنا كمان يعني رغم أنه هو مفوت فنان قدامها لكن كان بيحب سوعة حسني كفنانة بشكل غير عادي لأنه هو بيبتدي حياته لسه بيدخل مع التمثيل كانت سوعة حسني بتعرض لها في السينيما الزوجة التانية وده طبعا من أهم ألفان في تاريخ السينيما فأنت تخيل هتمثل بعد شوية وقت مع اللي انت شايف البوستر بتاعها في الشارع تخيل دي من فتاة أحلامك لأنها تبقى شخصية حقيقية بتمثل معها سوعة حسني كانت بتحب تمثيل محمد زي جدا لأن الاثنين بيطلعوا أكتر تقفة وميفكروش بقى ده ما فيش تفكير خالص وده طالع على طول كده تلقائي صحيح والاثنين نفس المدرسة فطري التمثيل والاثنين برضو مش هتكرر صحيح فالاثنين كانوا زي في هو و هي كانوا بيعونوا مباريات تمثيل يعني في مسلسل هو و هي في مباريات في التمثيل إزاي هيعمل رد فعل إزاي هي فكرنا كده بالأعمال اللي عملوهم على بعض طيق عملوا شفاية ومتولي عملوا موعد على العشاء عملوا هو و هي عملوا على هو و هي ده وجميله الدرجة الثالثة و الناس ما شافتوش قوي و ده إخرج المخفى الكبير شير في عرفات و من قويل أعماله ففي طريقة بيرة جدا وفي كمسي وفي كده يعني روح ما بينهم جدا في بقى شكل تاني يمثله معه مثلا فنانا الكبير نجلق فتحي كان برضو علاقته من نجلق فتحي بدأت في فيلم اسكندرية ليه هي وقفت جنبه لأنه هو كان في بدايته و هو بيصور مشهد حاس أنه ما صورش كويس و أنه عنده أحسن فعايز يقول يوسف شهين يعيد المشهد ما يقدرش طبعا يوسف شهين ما حاجة نروح له فقال لنجلق فتحي أنا محتاجة عيد فقيت له آه لا دي محتاجة خطة يوسف شهين من اللي هنروح له نقول له من اللي يجرؤ أنه يقول له عايزين نعيد فاتفقوا مع مدير التصوير أن يقولوا أن في غلطة في طريقة التصوير أن احتمال تطلع اللقطة مظبوطة أو يطلع الكدر مش مظبوط فمحتاجين نعيد تاني عشان الفكرة دي فوافق يوسف شهين لأنه مش يحتمل أن يحصل غلطة في فيلم بتاعه فعاده يعيده هو ارتبط بفكرة أنه نجلق فتحي ساعدته ثم بعد كده صور مع بعض ساعد اليتيم ثم بعد كده بقى أصحاب لدرجة أنه هو اللي خلها توافق على المرأة الحديدية هي ما كانتش عايزة تمثل المرأة الحديدية وشايفانه عكسها تماما لأن طبعا هي كانت ست الحسن والجمال في السبعينات فهتطلع المرأة الحديدية ويتباني أنها بتلعب كراتي وهكذا هو الأقناح اللي دي بنقلة في حياتك وفعلا كسر الدنيا الفيلم ده بعدك عنده بقى نفس المسألة مع فنانا كبير نبيل عبيد علاقة برضو مختلفة تماما في التمثيل وفي شادر السمك فكان في مباريات في التمثيل لدرجة منهم في شادر السمك في ماشاة الأخير حقق النجاح كبير جدا وكانوا بضراب على شكل حقيقي خلينا نطلع للفاصل ونرجع نستكمل كلامنا عن الفنان والراحل الأستاذ أحمد زاكي بجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورنا النهاردة الكاتب والأستاذ محمد توفيق بنتكلم عن الأستاذ الفنان أحمد زاكي عامل خلال كتابه طبعا أحمد زاكي 86 ونحن نتكلم عن حب الناس ليه وعن قد إيه الناس كانت مصدقاء قوي وحسة بيه قوي ومتعاطفين معاه قوي مش هننسى مشهد جنازته مشهد جنازة أحمد زاكي دي مشهد يعني المولانية تقرر برضو تيق لي كلمني شوية عن وفاته المشاكل اللي قبلها في آخر أيامه طبعا 27 مارس هي ذكرى وفاته رحمه الله وخلينا نتكلم شوية عن المشهد ده ومشهد جنازة أحمد زاكي مشهد في بالنا كلنا عمرنا ما هننساه هو سبحان الله زي ما يكون عاش المشهد هو عايش الأول لأنه الفيلم الأخير اللي هو فيلم حليم التشابه الكبير اللي بينه بين عبد حليم حافظ بالمناسبة عبد الحليم حافظ من الناس اللي ساعدت أحمد زاكي في بدايته عشان كده أحمد زاكي كان مصر يعمل قصة حياته لحد ما توفى وكان بيعملها في آخر أيام وكان مريض وكان مريض ما كانش قادر يعمل أي حاجة لكن فكرة إصراره على أنه يكمل عمل أحمد زاكي المشاهد اللي عملها في حليم كان وهو في عز مرضه كان بيلوهم تصوروني عشان مش هنعرف نلاقي الصدق ده وإحنا بنصور حليم احتمال ده نحتاجه في حليم الحاجة التانية أنه اللي اتنين يوتما هو عبد الحليم حافظ وأنه بيشوف مشاهد نهي يعني جناسة عبد الحليم حافظ لها من أكبر جنازات تاريخية في تاريخ مصر وفيها كانت حالة انتحار الناس سترمت نفسها من البلكون وفي نفس الوقت وهو أحمد زاكي هيعيش نفس الشعور هنعيشه معاه بعدها بشهور قليلة جدا فتخيالي أنه عايش المسألة دي مع عبد الحليم وهو عارف أنه يعني أنه دي شبه النهاية بتاعته فهو عاش اللحظات دي وهو عايش بالزبط جسدها ومثلها وعشان كده حتى في عزم هو تعبان لما كان بيفتكر عبثلام النابولسي يقولي بصوتها يا بصوت قالك ما انت بصوتها شكتر من كده من خطر ما هو كان معلومة عن أحمد زاكي قدرت تعرفها عنه من خلال كتابك مفيش حد يعرفها وكنت حريصة أنك تبرزها في كتابك هو طبعا في معلومات كتير أهمهم أهمهم مثلا طريقة عدد الأفلام اللي كان بيعملها كل سنة وبشتغل عليها وما طلقش للنور يعني عنده كم هائل من الأفلام أفلام كان متفق عليها وما تحققتش عدد هائل من الأفلام كل سنة كان ممكن بيتفق على 20 فيلم مثلا وما بيطلعوش للنور غير المسلسلات يعني كان عنده مسلسل إذاعي مفوض يعملوا مع الفنانة الكبيرة نبي العبيد وما عملوش فعنده عدد كبير من المسلسلات ومن الأفلام أنا رصدهم كلهم بأسماءهم بتفاصيل الأعمال كان من اللي يعملها بالمناسبة فيهم عمل هيتعرض السنة دي في رمضان هو كان هيعمله فيلم كان اسمه باب لغدر قصة أسامة ناروكاش طبعا السنة الكبيرة هيتعامل السنة دي في رمضان فده من أعمال 86 اللي كان هو بيجهز عشان يعمل السنة أنا فهمت دلوقتي ليه 86 وأعتقد أن كل سادة المشاهدين فهموا ليه 86 أنا بشكرك أستاذ محمد على الكتاب وبشكرك على وجودك معنا وحقيقي فنان لن يتكرر يعني إحنا المتكلم عن عن حالة فنية مصرية سينمائية ماعتقدش أنه ممكن يطلع شبه أطلع كتير سمره أطلع كتير ناس حاولوا أنه هما يقلدوا ياخدوا طريقته يتعلموا منه وممكن يكونوا كانوا متأثرين بيه بس أحمد زكي سيزل أحمد زكي بصمته مش هتتكرر تاني أشكرك مرة تانية شكرا جدا وكان معكم رانيا السايد شكرا